موسيقى مساء الخير يأتي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوم الاعتراف بالجولان جزءا من إسرائيل يأتي بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو ومتناغما مع حملة الليكود الانتخابية ويخدم أيضا مطامع الاحتلال الإسرائيلي بالاستفادة والاستناد إلى ظروف سورية وعربية ودولية بما يجعل ردود الفعل الدولية تجاه هذا الإجراء الذي يتعارض مع الشرعية الدولية ردودا في غالب الحال باهدة فما هي انعكاسات هذا القرار على الشأن الداخلي الإسرائيلي والأمريكي وما هو تصنيف القرار من الناحية القانونية كل هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفنا هنا في الاستيديو الأستاذ محمد خيري الكاتب والصحفي الفلسطيني ومن واشنطن الأستاذ جومع كارون الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومن عمان الكاتب الصحفي الأستاذ منار رشواني الباحث والكاتب الصحفي السوري دعونا نتابع هذا التقرير لنعود بعده للنقاش إلى الواجهة يعود جولان السوري المحتل مرة أخرى ليتصدر المشهد السياسي الدولي بعد عقود على احتلاله من قبل الكيان الإسرائيلي ترامب الذي اعترف لذلك الكيان بأن الجولان أرض إسرائيلية يتعاطى مع العالم برمته على أسس العلاقات التجارية وسياسة السوق وهبة رجال الأعمال فيقرر ما يشاء ويهب ما يشاء من حقوق الآخرين ولكن إن كان من يفترض أنه صاحب الشأن في دمشق ومنذ سقوط الجولان عام 67 وحتى اليوم ما يزال يجعل منه بضاعة الرائجة في السوق الدولي ويصرح للعالم بشكل مختلف متباكيا على احتلالها جاعلا منها شماعة مقاومته الأزلية إنني أريد الجولان بالكامل وأريد قرار ترامب أثار ردد فعل دولية من حلفاء نظام الأسد أولا إذ صرحت روسيا أن تغير وضع الجولان انتهاك لقوانين الأمم المتحدة بينما أكدت إيران أنها ضبطت جولان سوريا ولا يغير القرار من ذلك شيئا تركيا أقرب الدول إلى المعارضة السورية أعلن رئيسها أن قرار ترامب سيضع المنطقة في أزمة جديدة في حين أكد وزير خارجيتها أن موقف ترامب غير مقبول ويدفع إلى ترويج الذهنية الإسرائيلية التي لا تحترم العيش المشترك الجولان المحتل منذ أكثر من خمسين عاما يشهد محاولة سلخه للمرة الثالثة بعد احتلاله عام سبعة وستين وبيعه عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين من قبل حافظ الأسد كما يقول أغلب السوريين أما اليوم فشجاعة نظام الأسد لم تبرز أمام كل انتهاكات الكيان الإسرائيلي ولم يعلن نصره في حرب يوما إلا على ركام المدن السورية وفوق أجساد السوريين الثائرين وببندقية الحلفاء التي تدعم محتل الجولان وتنضيب أجندتها رغم كل التناقضات أهلا بكم من جديد أود البداية معك أستاذ جو ما هي برأيك الأسباب الحقيقية أو الدوافع الحقيقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان اليوم يعني أعتقد الأسباب الرئيسية هي داخلية في أمريكا أكثر من غيرها لا أعتقد أن ترامب لديه فعلا رؤية سفاتيشية للمنطقة أو بشكل عام يهتم بكثير بسوريا أو لديه أهداف واضحة بسوريا واضح أن هناك تحالف بين الحركة الإنجلية الأمريكية التي يرهن عليها ترامب في الانتخابات المقبلة واليمين الإسرائيلي وهناك يعني نرى موضوع قدس نرى الآن موضوع الجولان يأتي في نفس الصياك لحد ما بأنه يضع نفسه هو الرئيس الذي يعطي إسرائيل أكثر من غيرها هو الحزب الجمهوري أيضا هو الداعم الأساسي لإسرائيل هذا يضعف نعم دعم الحزب الديمقراطي ودعم كل الضغط الأمريكي لمفاوضات سلام مع فلسطينيين لكل محاولة تخفيف وطأة السياسة الأمريكية أو السياسة الإسرائيلية فهي تصبي في هذا الاتجاهات محاولة لتغيير المعادلة الداخلية ولم يعد ضوابط هناك في الإدارة تمنع إلى حد ما ترامب في الذهاب بهذه الاتجاهات يعني بعد استقالة مات السلسية ليس هناك هذا المانع الأساسي رأينا ماذا حصل بعد القرار عن انسحاب الأمريكي وأن هناك ضغوط داخلية ليس لم يكن هناك ضغوط داخلية لمنع هذا القرار حول الجولان فبالتالي يجب أن نراها هذه أكثر من التطورات الداخلية الأمريكية ومحاولة أيضا دعم نتنياهو في الانتخابات أبعد من ذلك هناك نقاش طويل طبعا حول التدعيات الاستراتيجية نعم أستاذ محمد خيري برأيك ما هو تأثير مثل هذا القرار على الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وعلى الشأن الداخلي أو الوضع الداخلي الإسرائيلي اليوم بلا شك أولا أن القرار وحد المجتمع الإسرائيلي حتى اليوم أو يومين بعد أن كان متشردما قبل الانتخابات هذا بشكل عام ولكن سرعان ما عاد تشردم من جديد في ظل اقتراب الانتخابات والاتهامات المبادلة بين الأحزاب المختلفة ولكن التدعيات هذا القرار على نتنياهو نفسه على حزب الليكوت كانت كبيرة جدا الإدارة الأمريكية وبدون أدنى شك وواضح جدا أنها سعت إلى التدخل في الانتخابات الإسرائيلية سعت إلى دعم رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو كي يحظى بفرصة أخرى للرجوع إلى منصبه كرئيس وزراء ربما هذا يعود إلى العراق ماذا يفضل ترامب بن يامين نتنياهو عن المسلمة الأسباب كثيرة باعتقادي يفضل ترامب نتنياهو لأن نتنياهو الزعيم الإسرائيلي الوحيد الذي استطاع بناء جسور تقارب مع الدول العربية المختلفة في ظل الأزمات التي توحيط في المنطقة خاصة وهذا ربما يخدم مصلحة ترامب كرئيس أمريكي كغيره من الرؤساء الأمريكيين الذين يسعون عادة إلى إبرام اتفاق ما بين الدول العربية وإسرائيل كل رئيس أمريكي يأتي وحاول أن يبرم اتفاقا مشابها ربما صفقة القرن التي يتم الحديث عنها يخدمها نتنياهو أكثر من غيره في إسرائيل يعني هذا يعني أستاذ محمد أنه الإبقاء نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية مصلحة أمريكية من أجل استمرار في خطة التطبيع خطة التطبيع مع الدول العربية وكذلك هي مصلحة أمريكية تخدم قضية الجولان وما يحصل في سوريا أيضا لا ننسى اليمين المتطرف في إسرائيل يقيم علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلاف باقي الأحزاب الإسرائيلية وإن كانت ستخضع في نهاية المطاف إلى الإملاءات الأمريكية وإلى هذه الصداقة ولكن نتنياهو كان أكثر من خدم ترامب حتى في الأزمة السورية وطبعا هناك اعتبارات كثيرة لهذا القرار على الأزمة السورية نفسها على الوجود الأمريكي في الأراضي السورية بالنسبة للإسرائيليين هم يعرفون جيدا ويدركون ذلك وقالوا ذلك إن أمريكا تتخذ من إسرائيل كخط أولي للأزمة السورية لكن أستاذ محمد بن يامين نتنياهو نفسه كان قد درس خطة الانسحاب أو طرح خطة الانسحاب من الجولان في ولاية الأولى في رئاسة الحكومة في التسعينات وأيضا في بداية ولاية الثانية في عام 2009 إسرائيل لا تنسحب لا تنسحب أبدا لم تنسحب إسرائيل من شبر واحد من الأرض منذ عام 48 حتى ما قبل عام 48 لم تنسحب وليس مطروحا على الطاولة أي انسحاب من أي مكان يعني ربما كان طرح انتخابي أكثر من طرح انتخابي حتى لم يكن طرحا انتخابيا كان طرحا سياسيا ربما إسرائيل يعني تحاول في بعض الأحيان الحصول على شيء ما مقابل إبداء رغبة بالانسحاب ربما أو غيره هذا معهدنا مع الفلسطينيين أيضا يعني انتقلنا من قضية الانسحاب من المستوطنات إلى قضية تجميد الاستيطان طيب أنا بدي أرجع معك كمان لمكاسب نتنياهو الفعلية من هذا القرار لكن اسمح لي الآن انتقل لضيفنا في عمان الأستاذ منار أستاذ منار لماذا يختار ترامب برأيك هذا التوقيت لماذا هذا التوقيت بالتحديد بعد أن كان يعني قدم نفسه كقاضي عقاري اليوم يعطي القدس عاصمة لإسرائيل اليوم يعطي الجولان أيضا لإسرائيل وكأنه قاضي عقاري بيوزع على يعني أعطيات هنا وهناك لماذا ترامب يختار هذا التوقيت يعني حقيقة أنا أتفق تماما مع الضيوف الأكارم هناك عاملين حاسمين من ناحية أولى هناك إرضاء القاعدة الانتخابية الإفنجليكالية الإنجليين هؤلاء يلعبوا دور حاسم في صعود الجمهوريين منذ أيام جورج بوش الإبن وعادوا للعب دور حاسم وهم كانوا من أكثر المرحبين بقرار ترامب المسألة الأخرى هي مسألة ما يسمى صفقة القرن الحقيقة أنه صفقة القرن لا بد أن تكون هناك ما يسمى تنازلات إسرائيلية وبالتالي ربما يكون ترامب أيضا يود أن يرى نيتينياهو يفوز يقدم له هكذا هدايا ويقدم له ما يمكن اعتباره تعويض في حال فوزه في الانتخابات الشهر القادم وبالتالي قبوله بصفقة القرن لأن أقصى اليمين الإسرائيلي الذي يقوده نيتينياهو هو لن يقبل بأي شيء مما يسمى تنازلات رغم أنها ستكون تنازلات شكلية وليست سوى الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني في المقابل أيضا الظروف من عام 1967 للآن تجعل من الجولان هدية مثالية لم يكن هناك مقاومة حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد سواء من يوم ما سقطت أو أسقطت الجولان غالبا أسقطت في عهد الأب لم تطلق رصاصة مقاومة واحدة وبالتالي حتى الغرب عندما نرى ردوده لا يتحدث عن مخاطر على نحو ما حصل ربما في حالة القدس لأنه أصلا ليس هناك هي أهدأ جبهة في الصراع العربي الإسرائيلي جبهة الجولان وبالتالي هي هدية مثالية بدي سألك الآن القول بأن الجولان يعني اعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية وسيادة الكيان الصهيوني على الجولان يقال بأنه يأتي في سياق قبول بشار الأسد بهذا التنازل والإقرار به مقابل بقاءه على رأس السلطة إلى أي مدى هذا الكلام يعني إلى أي مدى احتمال واقعيته لا يعني ربما لن نعرف لكن هذا الأمر أنا أعتقد أنه هو أمر مفروغ منه عندما نتحدث عن انعدام المقاومة في الجولان والسغلال في المقابل الإتجار بقضية المقاومة أيام الاحتلال الإسرائيلي للبنان والاستمرار بالمتاجر بقضية شبعة بينما الجولان كلها محتلة يعني الصفقة واضحة أهدأ جبهة وهي بالتالي فعلا كنا نذكر يوما ما أفكدور ليبرمن عندما كان وزيرا للدفاع وخلال عمليات عسكرية في لبنان وجه رسالة علنية قال له المرة القادمة سننهي حكم آل الأسد يعني الشروط واضحة وليست جديدة وبشار الأسد الآن لا يملك أن يقبل أو يرفض الجولان من أهدأ حتى الجيل الإسرائيلي الجديد جزء كبير منه لا يعرف أنه الجولان من الأراضي المحتلة عام 1967 هو منتجعات قرابة نصف سكان ومستوطنين 25 إلى 27 ألف سوريين 20 ألف مستوطن تقريبا إسرائيلي فهو أيضا يعني هي الصفقة واضحة منذ زمن وهذا الأمر لا يغير شيء الآن سمح لي أستاذ منار يعني بدي أكمل معك بهذه التفاصيل لكن سمح لي أرجع لضيفنا في واشنطن أستاذ جو ماكرون أستاذ جو يعني هناك من يقول بأنه اليوم ترامب أكثر ارتياحا بعد هذا القرار باعتبار أنه نشر الملخص الأول لتقرير المحقق مولر هناك دعم كبير من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا كان الفضل فيه بشكل أو بآخر للحزب الليكود الإسرائيلي هل ترامب اليوم بات مرتاحا ومطمئنا أن ليس هناك أي نعكاسات لقضية التلاعب بالانتخابات وهو يدخل اليوم الانتخابات النصفية بإطمئنان أكبر خصوصا بعد هذا الإجراء الذي اتخذه بإعلان سيادة إسرائيل على الجولان يعني لا أرى هناك رابط كبير بين كل هذه القضايا الانتخابات الرئاسية هي الآن الهدف المقبل هذا كان يخطط له منذ فترة طويلة هناك قرار في الكونغرس يتم درسه الآن يطرحه الجمهوريين رأينا سناتر جراهام في الجولان فبالتالي مقام به ترامب إلى حد ما كان أصطباقيا بمعنى لهو يأخذ أي تصفيق حار من إسرائيل وليس الكونغرس بمعنى هو أخذ القرار على عطيكه قبل أن ينتظر قرار الكونغرس فبالتالي كان هناك صدفة نعم أن يكون في نفس اليوم توقيع القرار بتعلق بالجولان وأيضا فهم ملامح الصورة حول ترامب طبعا الضغوط السياسية ستخف كثيرا على ترامب في المرحلة المقبلة لكن هذا لا يعني انتهاء الصراع في الكونغرس وطلبات بنشر التقرير بالكامل وسؤالات حول عرقبة العدالة وكل هذه الأمور ستبقى في المدى المنظور لكن الأساس الغيمة الأساسية اتهام الرئيس بالخيانة بالتواطئ مع روسيا هذا إلى حد كبير هناك بداية تقتناء أن ربما علينا طوي هذه الصفحة والتركيز على قضايا أخرى لكن هذا لا يعني نهاية الصراع لكن طبعا هي صفحة جديدة تساعد ترامب في المرحلة المقبلة لكن طبعا الأساس الرئيسي هي مدى سيطرة الإنجليين ونتنياهو على السياسة الإسرائيلية يعني على عكس ما قال الضيف أنا لا أرأنا الأمور بالعكس يعني نتنياهو هو أكثر يمسك بهذا الأمور التطبيع مع العرب هو جزء من السياسة من مفهوم أن هناك تحالف عربي إسرائيلي أمريكي ضد إيران وهذه نتنياهو يصف في هذا الاتجاه بمعنى تشكيل هذا التحالف الذي يواجه صعوبات كثيرة الآن بعد قرار الجولان طيب بدي سألك أستاذ جو يعني اليوم ترامب يمنح الجولان كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان هل هذا يفتح الباب أمام منح دول أخرى نفوذ أو اقتطاع لأراضي سورية كما فعل بالجولان يعني ممكن يوصل لصفقة معينة مع الدولة التركية بخصوص الشمال السوري هل هذا الأمر مطروح أم أن القضية لها خصوصية مرتبطة بالعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية طبعا هي مرتبطة بالخصوصية يعني لا أرى أنه قد يوافق على هذا الموضوع موضوع تركيا لأننا رأي أنه ابتعد بالأساس عن موضوع أستانا وهو ليس متفق مع الأطراق على كثير من القضايا لكن المشكلة أنه يخلق سابقا في المجتمع الدولي بمعنى احتلال وأخذ أراضي هذا لا يمكن لأمريكا بعد اليوم القول لروسية دخلت جزء الكرم وأخذتها وضميتها الآن ستكون روسية فعلتم ذلك في الجولان أيضا فبالتالي أمريكا هي كانت تقود المجتمع الدولي القانون الدولي فبالتالي هناك الآن كأن أمريكا تنقلب على هذه الأمور هي كانت دورها أساسي في إدارة الاستقرار في الجولان الآن تنسح من هذا الدور دخلنا في دينامية جديدة الآن بموضوع دور روسية دور إسرائيل كل هذه اللعبة الآن ستتغير تدريجيا ليس بالمضال القريب لكن على المدى البعيد لكن الأساس هو نعم أن تكون من يدعي أنه رئيس المجتمع الحروة أو زعيم المجتمع الحروة وباني القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية الآن يتم انتهاك قانون بشكل دوري وأشهري من هذه الإدارة وهنا أساس المشكلة طيب أستاذ محمد كنت تتحدث عن يعني انعكاسات هذا القرار على وضع أو مكتسبات نتنياهو في الداخل الإسرائيلي شفنا باليوم التالي للقرار أو بنفس الليلة اتخاذ القرار تصعيد إسرائيلي على غزة ما هي مكتسبات نتنياهو وكيف سيتحرك بعد هذه القوة أو بعد هذا الإنجاز خيرا نقول الذي حصده من خلال قرار ترامب الأخير بداية دعنا نفصل ما حصل في قطاع غزة عن قضية الجولان للاختلاف المواكف الذي ربما تزامن فعلا مع ما جرى ولكن دعنا ننطلق من الاستطلاعات الرأي هذا اليوم بعد يومين من اعتراف ترامب بعد أن كان الفارق نحو ستة مقاعد وستة مقاعد هي كثيرة ومؤثرة في الانتخابات الإسرائيلية في تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة لو كان الفارق مقعدا واحدا لا استطاع الحزب الآخر هو تشكيل الحكومة اليوم لم يعد هناك فارق تقريبا سوى مقعد واحد في استطلاعات الرأي بين حزب أزرق وأبيض وحزب الليكودة الإسرائيلي هذا يعني خلال أسبوعين ربما يتغير أكثر إذن فرص نتنياهو بالفوز مجددا برئاسة الحكومة الإسرائيلية ازدادت القرار الأمريكي بلا شك يأتي بعد القرار بالاعتراف بالقدس كعاصمة الإسرائيل واليوم أخذت الجولان رسميا صور بين يمين نتنياهو وترامب التي تجدها في شوارع تل أبيب وشوارع حيفا ويافا وفي كل المدن ربما زادت من وقع الأمر يعني ليس تكهنا ما جرى فعلا هو أن استطلاعات الرأي تمنح بنيمي نتنياهو فرصة أكثر اليوم تمنحه عدد مقاعد أكثر في الانتخابات المقبلة فعلا استطاع ترامب أن يخدم أن يؤدي هذه الخدمة لصديقه بنيمي نتنياهو وأن يدعم ترشحه للانتخابات المقبلة وربما فوزه طيب شو المقابل اللي حيقدمه نتنياهو بالمقادرة؟ هذا السؤال الذي أثير بالفعل على أكثر من وسيرة إعلام إسرائيلية لماذا حصل بنيمي نتنياهو على الجولان بلا مقابل؟ دعنا نتذكر بداية أن جميع رؤساء الوزراء في إسرائيل حظوا خلال الفترات الماضية خلال السنوات الكثيرة الماضية بدعم ربما من رؤساء أمريكيين قبل الانتخابات ليس مشهدا جديدا وحظيت حكومات إسرائيلية كثيرة بدعم مطلق من قبل الإدارات الأمريكية ولكن ربما للمرة الأولى لا يبدو أن الإدارة الأمريكية تطلب طلبا واضحا ومباشرا من رئيس وزراء إسرائيلي مقابل هدية مثل الجولان فقط بنيمي نتنياهو من حصل على ذلك عام 2005 عندما انسح بشارون من قطاع غزة طلب منه بوش تقديم بعض الإدارة الأمريكية دعمته في ذلك وكذلك بنيمي نتنياهو نفسه عندما أرادت إسرائيل قصف بعض المفاعلات النووية إدارة أوباما قدمت لإسرائيل بعض التنازلات في قضايا مختلفة على أن تقديم إسرائيل على هذه القطوة كان دائما هناك أخذ وعطى كما يقال ولكن هذه المرة لكن هناك في إسرائيل من يدعي أن ما جرى ليس هدية بلا مقابل يعني مثلا صحيفة إسرائيل اليوم وهي صحيفة جدا مقربة من نتنياهو الصحيفة مثلا في مقال فتاح اليوم ترى أن ما جرى ليس هدية ما جرى هو أن الإدارة الأمريكية لمصلحتها أهدت الجولان لبنيمي نتنياهو بداية لكي يكسب الانتخابات ولكن في المرحلة المقبلة هناك إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة هي ذراع عسكري في الشرق الأوسط الجولان على حدود سوريا في ظل الأزمة أيضا هناك انتشار إيراني واسع جدا في سوريا تحاول الإدارة الأمريكية السيطرة عليه وكذلك وتحاول إسرائيل السيطرة عليه وجاء أيضا بعد القرار الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية هناك من يرى أن أمريكا فعلا ربما أوشكت على زحب قواتها وليست بحاجة لتعزيز هذه القوات خاصة أن إسرائيل موجودة على الحدود بالضبط في الجولان ربما هذا يتيح حركة مناورات أوسع وحركة تدخل أسرع بالنسبة لإسرائيل ويمكنها من خلال هذه المنطقة مراقبة ما يجري بسوريا عن كثب وربما يعطيها الشرعية ما للتواجد أكثر في المناطق الحدودية خاصة بعد الاعتراف الأمريكي طيب نحن نكمل بمحرنا الثاني أيضا مزيد من منعكسات هذا القرار على الشأن الإسرائيلي لكن أستاذ منار هناك دول بعد إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هناك دول أيدت هذا القرار ومضت في اتخاذ نفس الخطوة وبدأت نقل سفاراتها إلى القدس اليوم بعد اعتراف ترامب بالجولان هل برأيك أن دولا ستؤيده وتحذو حذوه أم أن الموقف سيكون مختلف؟ لا يعني بالنسبة لموضوع القدس أنا أعتقد أنه موضوع القدس موضوع كان جلي جدا هو الاعتراف في العاصمة يترتب عليها نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس المحتلة في موضوع الجولان ليس هناك ليس هناك اضطرار لاتخاذ أي خطوات واضحة طبعا نعرف أنه مرة أخرى العالم كله كان يسلم بالاحتلال الإسرائيلي للجولان لسبب بسيط أن النظام بشار الأسد ومن قبله نظام محافظ الأسد هو من هدأ الجولان ولم يحاول استعادته من عام 1973 على الإطلاق وبالتالي ليس هناك حاجة لكن الآن سيكون التعامل بعد إصدار كل بيانات الثبات على الموقف إلى آخره إلى آخره سنعود إلى العمل كالمعتاد يعني فلسطين التي فيها مقاومة أستاذ منار لو سمحت لي يبدو أنه في عندنا مشكلة تقنية خلينا بس ننتقل لفاصل قصير ريثما نصلح الخلال ونعود لك لنكمل في هذه النقطة عذرا أستاذ منار أعزائي المشاهدين سننتقل إلى فاصل قصير لنتابع بعد النقاش ابقوا معنا في ظهور تلفزيوني نادر وحصري الفريق نزار الخزرجي رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق يروي سيرة الحرب العراقية الإيرانية علاقته مع صدام حسين دوره في مجزرة حلبجة خفايا وأسرار دور الولايات المتحدة والدعم العربي للعراق سلاحنا كل شرقي لماذا يساعدوني؟ العرب الخليجيين والعرب كلهم اللي شاركوا بحدود ثلاثين مليار وكانت كدين مستحق الدفع مشاركته في حرب تشرين عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين على الجبهة السورية الدبابات الجميلة اللطيفة اللي احنا ما شايفيها سابقا ولا موجودة أنها تابعة إلى ما نسمى سرايا الدفاع فهذه بدلاً ما تكون بالجبهة كانت موجودة بالغطة الفيلم الوثائقي مقاتلٌ مع صدام على تلفزيون سوريا لأن كل حدث خلفه معطيات وله دلالات ويقرأ من زوايا متعددة ولأننا ندقق في أصل الخبر ونسمع من كل أطرافه لنقدم لكم كل ما يحيط به نبحث نتابع ونحلل ما سبق الحدث وما يمكن أن يليه مع أصحاب الشأن والمقتصين الخبر مفصلاً بالرأي والتحليل لكل ما يهمك ولرؤية أوضح سوريا اليوم كل يوم من بوابة واحدة نمضي سوياً إلى فضاء من عنوين اليوم نطوف على أبرزها نتحرى عنها نتابع تفاصيلها يفسرها نخبة من الكتاب السوريين والعرب يكشفون أثر الخبر وأسبابه بث مباشر على مدار الساعة لكل ما يعرض على شاشة تلفزيون سوريا كل ذلك على منصة واحدة سيريا دوت تي فيي مرحباً بكم من جديد أعد لنا الزملاء تقرير إنفوغرافيك عن المسار الزمني لوضع الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 والقرارات الأممية التي صدرت بشأنه إضافة إلى محاولات الاحتلال الإسرائيلي ضمه إلى السيادة الإسرائيلية دعونا نتابع هذا التقرير لنعود بعده للنقاش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحباً بكم من جديد وعذراً يبدو أن هناك خلل فني في مكتبنا في عمان إلى حين إصلاح هذا الخلل سنعود مع ضيفنا الأستاذ منار بدي يرجع لأيك أستاذ جو برأيك هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم معنية بإقناع دول أخرى للقبول بقرار نقل السيادة على الجولان إلى إسرائيل أم أن الجولان أصلاً هو محتل من قبل كان الصهيوني ولا حاجة لإقناع دول بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلي عليه يعني هذه الدول بالبداية غير معنية أولاً يعني جولان ليس عاصمة ليس هناك قرار إداري بحاجة لهذا الموضوع نعم فبالتالي يعني ليس هناك حاجة وهو أيضاً يعني نواع به هذا القرار هو داخل أمريكي وداخل إسرائيلي فبالتالي لا تحتاج يعني الولايات المتحدة إلى تكريس هذه الدبلوماسية لمحاولة إقناع الآخرين نعم يعني لم يتحدث أحد عن أي قرار دولي أو غطاء دولي يعني نتذكر أن هناك فريق مراقبة الممتحبة بالجولان زره مسؤولين أمريكيين كثيراً في السنوات الأخيرة لسيما سدفد وغيره بقرار بعلم الإدارة فبالتالي هذه الفرقة المراقبة موجودة لا تزال موجودة فبالتالي حتى الآن ليس هناك تدعيات دولية حتى الآن بمعنى على تمويل هذه الدولة الأمم المتحدة حول قرارات الأمم المتحدة حول كل هذه الأمور حتى الآن لا تزال مواقبة المواقف الداخلية اليوم الروس يعني وزير الخارجية الروسي قال أن هذا القرار يمثل انتهاك للقانون الدولي ويهدد المنطقة ويشجع على الإرهاب كيف ستتعاطى واشنطن مع هذا الموقف الروسي الحاد تجاه قرارها يعني لا أرى الموقف الروسي جاد أو حاد هو يكرر نفس الأمور في النهاية الروسية تكون بأمور في بعض الأحيان والولايات المتحدة تضع فيتو عليها في مجلس الأمان وتصير الأمور مثل ما كانت قبل ليش شيء جديد في هذه اللعبة يعني لا أتوقع رد كبير من بوتين ومن موسكو بشكل عام قد نتجه قريبا ربما إلى اللقاء بين الرئيسين فبالتالي يعني روسيا قامت بأمور كثيرة في سوريا ومررتها لويات المتحدة يعني فبالتالي لا أعتقد هناك لكن ستتجه الروسية الآن لمحاولة عقد لقاءات مع إسرائيليين مع الإيرانيين محاولة ربما إدارة طبيعيات الموضوع ضمن نفوذها في سوريا لكن غير ذلك لا أتوقع من أي دورة كبيرة كانت أو صغيرة ندفع الكبير على هذا الموضوع للأسف حتى من الدول العربية سوى يعني الإدانة والأمور العادية يعني حتى بعض القدس بعض قرار القدس أعتقد هناك قبول ضمني على ما يبدو لا أعتقد لكن سمعنا كلام من السعودية واضح هناك تحول في الموقف السعودي هناك أمساك أكبر للملك في القضايا الرئيسية متعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي لكن طبعا لم نجد تظاهرات لم نجد صحب سفراء لم نجد أي إجراء يعني ديبلوماسي يوحي أن فعلا هناك اعتراض جدي لأن الوضع بسوريا بلغ التعقيد هناك اقتطال هناك صراع مفتوح هناك موقف معروف من النظام يعني فبالتالي الوضع السوري ملتبس إلى حد ما لكن طبعا كان يجب أن يكون هناك حد أدنى من الرد أبعد من البيانات لكن هذا هو للأسف الصراع الميزان الكوة الآن والأوروبيين لن يخذوا المواجهة نيابة عن العرب طيب أستاذ منار بدي أرجع لك إن شاء الله يكون يعني الخلل تم إصلاحه كنت عم بسألك عن عن الدول اللي ممكن أن تحذو حذوة الولايات المتحدة الأمريكية في من خلال اعتراف بسيادة الكان الصهيوني على الجولان وأيضا أضيف النقطة التي أثارها الأستاذ جو عن ردود الفعل الباهتة جدا من قبل يعني الدول العربية هل الخلاف مع بشار الأسد سيدفع هذه الدول للقبول ضمنا بقرار ترامب من قبيل الانتقام من بشار نفسه لا حقيقة يعني الردود الباهتة عندما عندما نقارنها بالردود على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يصبح كل شيء يعني طبيعي جدا يعني عندما يكون رد الفعل الباهت على القدس لا نتوقع رد فعل أقسى على الجولان على موضوع الجولان وحتى فيما يتعلق بالدول غير العربية طبعا الدول العربية سواء مشتتة وهي بالمناسبة يعني أغلب الدول العربية لا تريد أن تعاقب بشار الأسد أغلب الدول العربية كانت حريصة على إجهاض الثورة السورية وليس على معاقبة بشار الأسد عندما وصلت لخيار الثورة أو بشار الأسد اختارت بشار يعني وعادت الأمور لشكل طبيعي اللي لم يكن علني فبشكل غير علني لكن ليس سري بالنسبة للدول الغربية وغير الغربية للأسف يعني عادل خلل وخلل من المصدر في عمان لعله يعود تسمعني الأستاذ منار الآن أنا أسمعك بوضوح طيب تفضل تفضل أكمل تفضل يعني كنت أعود لموضوع ردد الفعل غير العربية أيضا ليس هناك نقل ليس هناك حاجة للنقل لا يتوقع أن يكون هناك فرض عقوبات أو منع استيراد من المستوطنات القائمة في الجولان المحتل ومن منتجات الجولان بشكل عام لأنه نظام الأسد هو أول من تنازل عن الجولان إن لم يكن بشكل تسليمها فبالسكوت على احتلالها قرابة نصف قرن المسألة الأخرى يعني عندما أيضا يتم الحديث عن القدس والجولان يعني الاتحاد الأوروبي ومع وجود مقاومة في فلسطين ومع رفضه لكل إجراءة أمريكا أقصى ما يفعله هو فعليا تجريد الفلسطيني من حق المقاومة وإطلاق ذات البيانات وذات الوعود مع في الحقيقة إطلاق حلول تسكينية لأجل منع الفلسطيني من المقاومة تحت مسمى أن المقاومة عنف وإرهاب فلا يتوقع أمر مثل ذلك يعني رد فعل أكبر فيما يتعلق بالجولان وحتى روسيا روسيا تاني أكبر الدول المستفيدة من قرار ترامب لأن الجميع يقارنها بعملية احتلال جزيرة القرم وإلحاقها بروسيا قبل ذلك احتلال أجزاء من جورجيا وإنشاء دولات مستقلة وبالتالي حتى أقرب الدول للنظام هي من الداخل سعيدة روسيا أكبر مستفيد بعد إسرائيل من القرار الأمريكي طيب أريد أن أرجع لك أستاذ محمد خيري يعني اليوم بعد قرار ترامب نقل السفارة إلى القدس قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان كيف يرى الداخل الإسرائيلي المرحلي المقبلة يعني في إطار الحديث عن تحالف بين إسرائيل ودول عربية لمواجهة النفوذ الإيراني كيف يرى هذه التطورات وإلى أين يعني تتجه الأنظار الإسرائيلية بعد الانتخابات بداية حالة استشراف المستقبل بعد قرار ترامب كانت واضحة في الإعلام الإسرائيلي وعلى صعيد المستوى السياسي في إسرائيل دعنا بداية هناك مسؤول أمريكي مسؤول إسرائيل عفوا كان مرافقا لنتنيهو في زيارته إلى واشنطن لم يذكر اسمه لكن جميع الإعلام الإسرائيلية ذكرت هذه الحادثة ونقلت عنه هذه التصريحات مجرد وصوله بعد هذا القرار إلى مطار بنغوريوم هذا المسؤول قال إن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان رسخ أمراً واقعاً مفاده أن بإمكانك السيطرة على أرض تقوم باحتلالها وهذا القرار سيدفعنا في المستوى السياسي في إسرائيل خلال الأيام القليلة القادمة وقال ذلك حرفياً إلى بدء التحضير لإقناع البيت الأبيض مجدداً بضرورة فرض السيطرة الإسرائيلية والاعتراف بفرض السيطرة الإسرائيلية على مناطق سي في الضفة الغربية إذن إسرائيل ومن خلال هذا القرار بدأت تشرع عمليات الاحتلال هذا القرار منح إسرائيل قوة من أجل السيطرة على أكثر مساحة من الأراضي حتى في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وربما يتبع ذلك إلى احتلال قطاع غزة من جديد كما تنادي بذلك بعض القيادات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة إذن ربما نكون أمام مستقبل يزداد فيه جشع الاحتلال الإسرائيلي أكثر بمساندة من الإدارة الأمريكية الحالية هل الاستشراف الإسرائيلي أيضاً يعتمد أنه لن يكون هناك ردة فعل يعني ليس لن يحصل ما يمنعنا بالنسبة لردة الفعل وأنها لن تحصل انتهت منذ اعترف ترامب في القدس عاصمة لإسرائيل ولم يحدث أي شيء سوى بعض الإدانات والتصريحات التي جاءت من عدة عواصم حول العالم على الأرض لم يحصل أي شيء إسرائيل ما زالت تسيطر على الأراضي في الجولان وفي الضفة الغربية وفي القدس وربما تسيطر على قطاع غزة لا ندري أيضاً هناك أيضاً أمر في غاية الأهمية نتنياهو قال بدأ يسوق بعض التبريرات للوجود الإسرائيلي في الجولان وإن كان اعترفها وقال رسمياً أن جولان ليس أرضاً إسرائيلية هذا في تصريحه صباح اليوم ولكن قال هناك الكثير من الكنس الإسرائيلية في الجولان يمكنكم أن تأتوا لزيارتها وأن تطلعوا عليها وأن تروا ذلك عن كثب وقال أيضاً قرار ترامب الذي حصلنا عليه بمثابة قرار تاريخي هذا القرار وقال خطابهم وجهاً للنظام السوري وقال بالحرف عندما تفقد أرضاً في حرب تشنها أنت لم يعد بإمكانك أن تعود للمطالبة بهذه الأرض لقد خسرتها وقمنا بضمها وأصبحت تابعة لنا هذا كان حرفياً على لسان بن يمين نتنياهو إذن نحن أمام مرحلة سيزداد فيها جشع الإسرائيلي جشع الاحتلال الإسرائيلي في حل لم يجد الاحتلال من يوقفه الجولان والكتس وربما قريباً الضفة الغربية وقطاع غزة تعاد هيكلة الاحتلال من جديد وصناعة الاحتلال من جديد رغم أن الاحتلال موجود في هذه الأماكن ولكن ربما يحظى باعترافات رسمية من قبل الإدارة الأمريكية بشكل رسمي أكثر أريد أن يرجع لك أستاذ جوة بعجالي لو سمحت ألا يخشى الأمريكيون من أن هذه السياسة قد تولد انفجارات أكثر في المنطقة يعني المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن يعني من القابل جداً أو تتوافر فيها كل عوامل انفجار مجدداً بسبب هذه السياسات ألا تخشى الإدارة الأمريكية من انفجار مماثل أو هل هي تضمن قدرتها على إنفاذ هذه القرارات وهذه الرؤية في المنطقة يعني بدون شك هناك أصوات داخل الإدارة ليست على مستوى عالي يعني كما ذكرت بعد خروج ماتس وتيلرسون الأصوات العقلة لحد ما خفت في الإدارة وحجتهم أعتقد في موضوع الجلال أنه جربنا موضوع القدس ولم يحصل كما ادعى البعض ومرت الأمور على خير فبالتالي يعني لا أعتقد هناك مانع داخلي في الإدارة يمنع ذلك نعم سيعتمد الأمر على تداعيات ماذا سيحصل على التحرك الإيراني في الجنوب على الموقف الروسي على كل اللعبة الداخلية سنرى في المراحلة سيكون هناك تغيير لكن لا أعتقد هذا يعني أن فتح الإسرائيلي تفعل ما تريد يعني لا أعتقد هي تغامر في عودة إلى غزة لأن لا أعتقد أن المؤسسة أسكرية تريد هناك نعم لكن هناك مخاطرة على الضفة الغربية إذا فشلت صفقة القرنة فبالتالي لا أعتقد هناك فعلا حسابات وردود فعل ولا أعتقد أن أحد سيؤذي استراتيجيته أكانت تركية أو روسية بسبب الجولان ساز جوهيل طب هذه الخطوة هل تسهم أو تسهل التشكيل أو إتمام تشكيل التحالف بين إسرائيل ودول العربية لمواجهة النفوذ الإيراني أم أن هذه الخطوة ستخرب أو تؤخر المضيفي مثل هذه الخطوة التي كانت تسعى لها الإدارة الأمريكية يعني طبعا أعتقد ستؤخر حتى الآن رأينا هناك تردد سعودي هناك فبالتالي هناك كان بعض الانفتاح التطبيع غير الرسمي لكن أعتقد هناك سيكون هناك ممانعة أكثر لتطليق انفتاح أكثر سيما بعد موضوع الجولان قد يكون هناك قلق من لدة فعل شعبية من عدم كل هذه الأمور فبالتالي نعم مشكلة الإدارة أنها تقوم بأهداف متراقضة حين تحدث في تغريدة ترامب عن موضوع الجولان كانت مبيو في بيروت يتحدث عن حزب الله بعد هذا الأعلان لن يتحدث أحد عن حزب الله ونسه هذا الموضوع فبالتالي نفس الأمور إذا تريدوا أن تجمع العرب حول إيران هذه الأمور نرى هناك سغرات في الموقف السعودي في مواقف أخرى فبالتالي نعم هناك تناقض مشكلة إدارة لديها أهداف متراقضة في المنطقة وتثب طيب أستاذ منار بدي أرجع لألك إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الخطوة تؤثر على قضية التطبيع مع النظام وتسرع الخطوات التي أبدتها بعض الدول العربية والغربية في سعيها لإعادة سفاراتها أو بناء تنسيق أمني سواء إيطاليا أو دولة الإمارات أو غيرها من الدول إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الخطوة تسرع أو تؤخر التطبيع مع نظام الأسد للأسف عدى الخلل مع الأستاذ منار نعتذر منكم مشاهدين الأعزاء وأيضا من الأستاذ منار على هذا الخلل من المصدر بدي أرجع لك أستاذ محمد خيري كان هناك سعي أو هناك حديث كما ذكرت قبل قليل للأستاذ جو عن بناء نوع من التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين الدول العربية والكيان الصهيوني تحت عنوان مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة هل تعتقد بأنه هذه الخطوات الاعتراف بالسيادة الإسرائيل على الجولان ونقل السفارة إلى القدس تسرع هذا النوع من التعاون أم تؤجله أو تجعل منه يعني غير قابل للتنفيذ ما ستحصل عليه الولايات المتحدة من حكومة نتنياهو التي بدأت مع هذا المشوار هو تعميق هذا التعاون بلا شك الذي يقوده من نتنياهو وتصدره هذا واضح جدا للعيان نتنياهو كان في عمان وكان في تشاد ولديه علاقات واسعة ربما سيكون في البحرين قريبا كما أعلم ومعتبر أسلو أيضا وارسو وارسو نعم يبدو ذلك قريبا ويبدو فعلا أن الاحتفاظ بشخصية من يمينة هو احتفاظ استراتيجي بالنسبة للإدارة الأمريكية ذلك أنه يقود هذه المرحلة أيضا لكن هناك زاوية مهمة في قضية الجولان نحن كشعب فلسطيني وأنا جئت من فلسطين نعم يعني احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية وحاولت أن تغير الكثير من تضاريس الأراضي الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني عبر الأسرل والتهويد وغيره من السياسات لكنها لم تغير شيئا على أرض الواقع بما يتعلق بذلك فهل ستستطيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الأمر الواقع في الجولان هذا ما يدور حديث عنه الآن في إسرائيل أيضا لو كنت بضم الجولان هل يمكنك تغيير الأمر الواقع أن هذه الأرض هي أرض سورية الأرض سورية وهذا اعتراف التاريخ واعتراف الكيدات الإسرائيلية أنفسها زرنا الجولان وتعرفنا على الأهالي في الجولان ومكثنا بينهم ما زالوا يعني جميع المواطنين يرفضون حمل الجنسية الإسرائيلية كافة محاولات أصلالة هذا المجتمع وضموا إلى المجتمع الإسرائيلي ما زالت مرفوضة لديهم ما زلت تشعر في الروح الوطنية السورية ما زالت تجري في الجولان وما زالت العلاقات واضحة عندما تذهب إلى الحدود بين الجولان وسوريا سترى الناس كيف ما زالت تتواصل مع دويهم العائلات ما زالت تتواصل مع أبنائها لن يتغير الأمر الواقع وإن كان تغير سياسيا نوعا ما بقرار دونالد ترامب ولكن ضم الجولان إلى الأراضي الإسرائيلية لا يعني الكثير بالنسبة للسكان الموجودين هناك ما زالوا محفظين أستاذ محمد كونه رجع ضيفنا لأستاذ منار باعتبار أنه خسرناه عدة مرات في هذه الحلقة بدي سأذنك بالعودة له أستاذ منار كنت قد سألتك إلى أي مدى قرار ترامب سيعجل أو يسرع من عملية التطبيع مع نظام الأسد بعد أن كانت دول غربية وعربية أبدت استعدادها أو بدأت بالفعل بإعادة سفاراتها وإعادة التنسيق الأمني معه هل ستكون الممانعة لإعادة تفعيل العلاقات مع النظام لأنه ليس هناك دول عربية ولا دولة عربية تتحدث عن ممانعة ومقاومة والوحيد الذي يدعي المقاومة والممانعة يراها تمر في حمص وحلب وصنعة يعني وهي أقرب كان له أقرب الجولان على مدى خمسين سنة نعم فموضوع المقاومة والتطبيع ليس ذا صلة على الإطلاق الأوروبيين وسواهم من الدول العربية كل يتذرع بذريعة الأوروبيين يتذرع بقضية اللاجئين واحتواء الإرهاب التنظيمات المتطرفة الدول العربية بعضها يتذرع بالإرهاب وبعضها يتذرع باحتواء إيران موضوع إسرائيل ليس مطروحا على الإطلاق باعتباره نعم بس ربما يروا أن بشار الأسد قد يكون أضعف بعض الشيء فربما هو أيضا يقدم على خطوات باعتبار أنه يريد أن ينفتح على الغربيين على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حلفائها وبالتالي يصبح نوع من تقديم التنازلات رغم أنه هذا السيناريو جدا مستبعد يعني ما تم من الولايات المتحدة الأمريكية تم ولن يؤثر وأصلا هو فعلا قرار شكلي لأن الجولان ليست مرتبطة بقرار أمريكي لكن للأسف هو مرتبط بعدم وجود مقاومة طوال نصف قرن أدى لترسيخ الوجود الإسرائيلي وبرر القرار الأمريكي للأسف داهمنا الوقت بدي تشكرك أستاذ منار وأعتذر منك على الخلل الفني من المصدر عزيزي المشاهدين وصلنا إلى هذه لنهاية هذه الحلقة أشكر ضيوفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد خيري الكاتب والصحفي الفلسطيني ومن واشنطن كان معنا الأستاذ جو معكرون الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومن عمان الأستاذ منار رشواني الباحث والكاتب والصحفي السوري على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل مع حدث جديد ومؤشر جديد وعلى أمل أن نحيا في وطن عربي لا يبيع فيه القادة والرؤساء أرض بلادهم لكي يبقوا على مقاعد الحكم دمتم في أمان الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة